الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بات حياكم الله بنائي وبنات الطلاب في مادة مبادئ القانون وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان مدونة الوحدة الرابعة مدونة الوحدة الرابعة وقبل البدء بالدرس كما تعودنا نذكر أهداف درسنا لهذا اليوم ماذا سنتعلم وماذا سنأخذ في درسنا يتوقع من كخ الطالب واختي الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تبين طبيعة القواعد القانونية في القانون الخاص والعام وتوضح معيار التفرقة بين القانون الخاص والقانون العام وأيضا تبين فروع القانون الخاص وتبين فروع القانون العام وهذا ما سنأخذه بإذن الله في هذا الدرس وهي مراجعة لما تناولنا في هذه الدروس السابقة في الوحدة الرابعة هنا فهم المبادئ العامة التي تقوم عليها أقسام وفروع القانون المختلفة هذه من أفكار رئيسية لمدونة الوحدة الرابعة نلاحظ أن فهم المبادئ العامة تقوم على ماذا؟ القواعد القانونية نلاحظ أنها متعددة ومتنوعة لتنوع وتعدد العلاقات التي تقوم بتنظيمها وقد جرى تقسيم القانون بناء على معيار صفة المخاطب بالقاعدة القانونية حيث يقسم القانون إلى قانون خاص وقانون عام فلذلك نعرف هذا الأمر من خلال النظر إلى هذه القواعد القانونية نجد أنها متنوعة ومتعددة وينظر إلى معيار مهم وهي صفة المخاطب بالقواعد القانونية هنا سؤال لي وهي طبيعة القواعد القانونية في القانون الخاص وطبيعة القواعد القانونية في القانون العام ما هي طبيعتها؟ ما أريد منك أن تبين هذا الأمر فمن يذكرنا ما هي طبيعة القواعد القانونية في القانون الخاص وطبيعة القواعد القانونية في القانون العام؟ الإجاب على ذلك نقول أنها تتميز القواعد القانونية من درج تحت القانون العام بأنها تتعامل مع الأشخاص على قدم المساواة ولا تمنعهم أي ميزات في مواجهة بعضهم بعضها بل تتعامل معهم في ضوء ما يبرمونهم من عقود باعتبار أن العقد بمنزلة القانون بين المتعاقدين بين المتعاقدين في حين تتميز القواعد القانونية من درج تحت القانون العام بأنها تكفل للدولة سلطات واسعة تسمو بها على الأشخاص وتمكنها من القيام بوظائفها بشكل كامل فتصدر السلطة العامة القرارات الملزمة التي يجب عليهم اتباعها وللأشخاص الحق في التظلم من تلك القرارات أمام الجهات المختصة في مملكة العربية السعودية قد بينا من خلال الدروس مما سبق بينا كيف نميز القانون الخاص عن القانون العام من أشياء كثيرة أولا نقول من خلال تعامل الدولة هل تتعامل الدولة مع الأشخاص باعتبارها ذات سيادة أو باعتبارها شخصا عاديا فإذا كانت تعاملة الدولة بأنها ذات سيادة فإنه مما يندرج تحت القانون العام بخلاف إذا كانت تتعامل باعتبارها شخصا عاديا معتبرا فإنها تتعامل فإنه مما يندلش تحت القانون الخاص هذا من المعايير في التفرقة بين القانون أو طبيعة القواعد القانوني في القانون الخاص وطبيعة القواعد القانوني في القانون العام فنلاحظ أن في طبيعة القانون الخاص تتعامل بطبيعة تتعامل مع الأشخاص هذا في القانون الخاص أما في القانون العام تتعامل الدولة تكفل الدولة سلطات واسعة تسمع على الشخص وتمكنها من القيام بوظائفها فتصدر السلطة العامة للقرارات الملزمة هنا نذكر الآن معيار التفرقة بين القانون الخاص والقانون العام هناك معيار يفرق لنا بين القانون الخاص والقانون العام فما هو معيار التفرقة؟ بناء على ما سابق مما ذكرنا في طبيعة القانون الخاص وطبيعة القانون العام نستطيع التفرق بين القانون الخاص وقانون العام مما نستطيع أن نبينه تقسيم القانون الخاص وقانون العام يعتمد بشكل أساسي على معيار وجود الدولة في العلاقة القانونية فإذا وجدنا أن هناك في علاقة في الدولة فإننا لا بد أن نمحص ونذكر ونستطيع أن نفرق نقول هل الدولة لما كانت طرفا في علاقتها مع شخص من الأشخاص هل كانت تتعامل باعتبارها ذات سلطة سيادية أو بأنها شخصا اعتباريا عاديا فلا بد أن نفرق بين الأمرين فإن كانت الدولة تعاملت باعتبارها شخصا اعتباريا عاديا فإننا نقول هنا مما يندل اشتاحت القانون الخاص ومثلنا على ذلك بمثال عندما تبرم الدولة لشراء شركة خاصة فإن هذا مما يندل اشتاحت القانون الخاص للقانون العام فالدولة في مأرض ممارسة نشاطها وتنظيم شؤونها تدخل في العديد من العلاقات المتنوعة والمتباينة من حيث طبيعتها فتارة تتصرف الدولة باعتبارها سلطة ذات سيادة وبعض الأحيان تتعامل الدولة باعتبارها شخصا اعتباريا عاديا ما هي فروع القانون الخاص؟ ما هي فروع القانون الخاص؟ قد ذكرنا عدة فروع للقانون الخاص وبينا هذه الفروع وأيضا بينا فروع القانون العام فروع القانون الخاص لها عدة فروع أولا نلاحظ في هذا الشكل فروع القانون الخاص إما يكون قانون مدني أو قانون الأحوال الشخصية أو قانون تجاري أو قانون العمل أو قانون إجراءات التقاضي وهو بما يسمى المرافعات وبينا تعريفا لهذه القوانين المندرجة تحت القانون الخاص القانون المدني أن يضم القانون الخاص تحت جانباته عدة فروع تنظم مساء المتنوية تتصب بالعلاقات بين الأشخاص بصفة عامة فنلاحظ أن هناك إذا كان علاقة شخص مع شخص آخر سواء تاجر أو غير تاجر فإننا نقول هذه العلاقة مما يندرج تحت القانون الخاص أو تكون الدولة طرف آخر لكن تتعامل باعتبارها شخصا اعتباريا عاديا أو بينهم و بينهم دولة بصفة شخصا اعتباريا يمارس أعمالا عادية مماثلة تلك التي يمارسها للشخاص وذلك عن نحو الآتي ذكرنا القانون المدني ويقصد به أن القانون المدني هو الأصل والمرجع العام في علاقات القانون الخاص ففي حال خلو فروع القانون الخاص الأخرى من القواعد القانون التي تحكمها إلى ماذا نرجع؟ نرجع إلى القواعد الفقهية القواعد الفقه الإسلامي وهي تمثل القانون المدني في المملكة العربية السعودية كونه يخاطب جميع الأفراد بصفتهم دون استثناء ودون النظر إلى اختلاف طوائفهم ومهنهم خلاف فروع القانون الخاص الأخرى وفي ضوء ذلك ماذا يعرف القانون المدني؟ يعرف القانون المدني بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم جانب الحقوق أيضا المصالح المالية كذلك الخاصة لأفراد المجتمع فيما عدا ما يتناوله بالتنظيم فرع آخر من فرع القانون الخاص كقواعد تنظيم القواعد العقود المدنية المنظمة لبيع وتجهير العقارات السكنية هذا القانون المدني وهو فرع من فروع القانون الخاص القانون الأحوال الشخصية ويقصد به مجموعة القواعد القانونية تنظم جانبا مهما وهي الأحوال الشخصية لأفراد المجتمع يتناول أحكام الأسرة وكذلك أحكام الإرث أو التركة مثل القواعد العامة للزوار والنفقة والنسب والفرقة بين الزوجين والحضانة والمصاية والولاية والوصية والتركة والإرث وهذا القانون نلاحظ أنه قد استقل ويحكى من الحوال الشخصية قد استقل عن القانون المدني وفرد له قانون خاص أيضا من فروع القانون الخاص نذكر القانون التجاري والقانون التجاري كذلك نجد أنه قد استقل والسبب في ذلك من فروع القانون الخاص قد كونه مستقلا بسبب ازدياد التجارة وانتشارها والحاجة إلى تنظيمها مما يتطلب ضرورة إخضاء العلاقات التجارية لقواعد خاصة غير تلك الموجودة في القانون المدني بماذا يتسم القانون التجاري؟ بماذا يتسم القانون التجاري؟ يتسم بميزتين الميزة الأولى نلاحظ جانب ماذا؟ جانب السرعة لأنه يتواكب مع المجتمع فلذلك لا بد أن يكون يتسم هذا القانون بالسرعة كما هو في الحال في الأسواق المالية التي تتسم بسرعة البيع والشراء للأوراق المالية كذلك مما يتسم به هذا القانون جانب الاعتمان جانب الاعتمان والمعاملات التجارية قائمة على جانب مهم وهو جانب الثقة المتبادلة بحيث أنه لو لم توجد هذه الثقة المتبادلة بين الباع والمشتري والمشتري لا ربما لم يستطع الواحد أن يشتري ما يريد لأن هذه الثقة تستطيع أن تكون لنا علاقات وتجعل هناك مما يعني أنه تبين عندنا أن تكون هذه الثقة المتبادلة بالتالي يمنح التاجر الدائن أجلا للأميل وهو المدين لسداد قيمة الدين فإذا نلاحظ أن القانون التجاري يتسم بسمتين السمة الأولى وهي السرعة السمة الثانية وهي جانب الثقة وهي بما يسمى الاعتمان كذلك من فروع القانون الخاص نذكر الفرع الثالث وهو وقبل ذلك نعرف القانون التجاري بأنه مجموعة القواعد القانونية تنظم جانب الأعمال وأيضا جانب الأنشطة التجارية والتجار كذلك هناك جانب الإجراءات التي يتوجب عليهم القيام بها أيضا يتضمن الأحكام الخاصة بالشركات التجارية أيضا العقود التجارية والأوراق التجارية وغيرها فهذا مما ينظم أو هذه القواعد القانونية مندرجة تحت القانون التجاري وما يدخل فيها من أوراق تجارية وأيضا أحكام خاصة بالشركات التجارية وأيضا جانب الإجراءات التي توجب عليهم القيام بها كذلك تنظم جانب الأعمال والأنشطة التجارية أيضا من فروع القانون الخاص قانون العمل قانون العمل وذكرنا أنه يتناول عدة أمور هو مجموعة القواعد القانونية تنظم علاقة من علاقة صاحب العمل بهذا العمل وتحت إدارته وإشرافه تحت إدارة وإشراف صاحب العمل بمقابل أجر هذا جانب من الجوانب في قانون العمل جانب الآخر أيضا مجموعة قواعد قانونية تشمل جانب التوظيف وأيضا جانب تشغيل الأحداث وعقود التدريب والتأهيل وغيرها ذكرنا قانون إجراءات التقاضي وهو ما يسمى المرافعات هذا أحد فروع القانون الخاص وهو جانب إجرائي جانب إجرائي كيف ترفع هذه القضية وأيضا ممثلة وهي بممثلة السلطة القضائية تمكن للشخص الحصول على حقوقه من خلال إجراءات التقاضي باللجوء إلى المحاكم ابتداء من رفع الدعوة وأيضا الفصل فيها أيضا كذلك تنفيذ الحكم الصادر من السلطة القضائية يشمل تنظيم السلطة القضائية أيضا أنواع المحاكم وتشكيلها وأختصاصاتها هذا جانب من جوانب القانون الآم أو القانون الخاص أفواً القانون الخاص وهو قانون إجراءاته بما يسمى المرافعات الآن ننتقل إلى فروع القانون العام له عدة فروع الفرع الأول منه أولا نذكر هذا الشكل الذي يبير لنا فروع القانون العام وأنه على شقي إما يكون خارجي وهو له فرع واحد وقانون الدولي العام وإما يكون داخلي وله عدة فروع الدستوري الإداري المالي أو الجنائي وله فرعين قانون الإجراءات وأيضا قانون العقوبات ننتقل إلى التعريف بهذه القوانين فروع هذه القوانين ذكرنا أن فروع القانون العام إما يكون خارجي وله فرع واحد وهو القانون الدولي العام وهو يحكم علاقات الدولة بغيرها من الدول ويضم فرعا واحدا وهو القانون الدولي العام وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة الدولة بعضها مع بعض في حال الحرب أو السلم كذلك علاقاتها بالمنظمات الدولية والوكالات متفرعانها وأنواع الدولة وأيضا أشكالها وبينا أنها أيضا تنظم هذه العلاقة من جانب المعاهدات والمواثيق التي تسطر فيما بين هذه الدول وتكون ملزمة فيما بينهم من فروع القانون العام ذكرنا القانون العام الداخلي وهو القسم الثاني منه له عدة فروع سنتناول هذه الفروع ذكرنا أن القانون العام الداخلي مجموعة القواعد القانونية تنظم العلاقات المتنوعة والمتصلة جانب السيادة جانب السيادة فالدولة هنا تتعامل بسيادتها لا تتعامل بأنها بشخص اعتباري عاديا وإنما تتعامل بالسيادة والسلطات عامة في الدولة فيما بينها وعلاقاتها مع الأشخاص ويضم الفروع التالية أولا الدستوري وهو مجموعة القواعد القانونية تبين شكل الدولة وماهيتها وهويتها وتحدد نظام الحكوم فيها وتبين السلطات في الدولة وذكرنا أن السلطات العامة في الدولة هي سلطة تنفيذية وسلطة تنظيمية السلطة القضائية ومرجعها إلى الملك وتوزيع السلطة فيما بينها بشكل يبين اختصاص كل منها وتحديد العلاقات هذا مما يندلج تحت القانون الدستوري الفرع الثاني وهو القانون الإداري القانون الإداري وذكرنا أنه مجموعة القواعد القانونية تكون السلطة الإدارية ونشاطها ونلاحظ أنه جانب إشرافي وإداري من أجل الصالح العام فهو يراقب هذه الأمور ويصدر أنظمة والواجب اتباع هذه الأنظمة واللواحة والقرارات والأوامر تتمتع السلطة الإدارية في ممارسة نشاطها وتحقيق آياتها بحقوق امتيازات السلطة العامة ويشمل هذا القانون تنظيم المرافق العامة مرفق الصحة مرفق التعليم أيضا الرعاية الاجتماعية ذكرنا أيضا من الفروع القانون المالي وهو ينظم مالية الدولة مجموعة من القواعد القانونية تنظم مالية الدولة والهيئات العامة بيان الموارد والمصادر وكيفية تحصيل وجهة انفاقها وانفاقها على المرافق والمصالح العامة هذا أحد فروع القانون العام الداخلي وهو القانون المالي نختم بفرع القانون العام وهو القانون الجنائي وذكرناه على شقين الشق الأول وهو القانون العقوبات وما يندرج تحته من قواعد قانونية تحدد الجرائم العقوبات المقررة لها وشروط المسئولية الجنائية وظروف الإعفاء والتخفيف منها هذا الشق الأول منها الشق الثاني منه وهو الجانب الإجرائي جانب إجرائي ومجموعة القواعد القانونية تعنى بجانب تنظيم القضاء الجنائي ما بيان اختصاصه تحتدر إجراءات الواجب اتباعها ابتداء من وقع الجريمة هل وقعت أم لا وهل تعد جريمة أم لا ثم تعقب هذا الجاني الذي حصل منه هذه الجناية القبض عليه التحقيق في الجريمة التفتيش والحبس والإفراج ومحاكمة الجاني إلى جانب الأخير وهو المحصلة تنفيذ الحكم الصادر ضده هنا عندكم عدة مصطلحات في مدونة الوحدة الرابعة مصطلح الأول القانون الخاص والقانون العام وبينا ذلك من خلال ما بيناه من فروعه وتعريفه القانون العام الخارج والقانون العام الداخلي فروع القانون الخاص القانون المدني قانون الحوالي الشخصية التجاري القانون العمل قانون إجراءات التقاضي ومرافعات القانون العام الخارجي وذكرنا له فرع واحد هو القانون الدولي العام وفروع القانون العام الداخلي له عدة فروع الدستوري والإداري والمالي والجنائي والعقوبات القانون الجنائي له فرعين فرع الأول قانون العقوبات والثاني قانون الإجراءات الجنائية أدون ملحوظاتي من خلال ما ذكرنا في خلال الدروس السابقة تستطيع أن تدون ملحوظاتك هنا أتمعن وأجيب السؤال الأول ما أهم المبادئ الأولية التي تقوم عليها قسام وفروع القانون المختلفة ثانيا تحدث عن معيار التمييز بين القانون الخاص والقانون العام قارن بين قسمي القانون الخاص والقانون العام ما أحوال التصرفات السلطة العامة الدولة وضح إجابتك بمثال أخيرا بالرجوع للمصادر القانون الموثوقة أعطي مثالا واحدا لكل فرع من فرع القانون الخاص والقانون العام تستطيع أنك تجيب على هذه الأسئلة سواء في الكتاب أو في الدفتر على حسب ما يملي لك الأستاذ وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين